موجة تصعيد هي الاختر بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الاسرائيلية خلال الاربعة اشهر الاخيرة التطورات المتسارعة قد تشكل منعطفا يخرج العمليات المحسوبة بين الطرفين من الاطار الذي درجت عليه منذ الثامن من اكتوبر وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بن كفير اعتبر الهجوم الاخير من الاراضي اللبنانية الذي اصفر عن مقتل مجندة اسرائيلية واصابة اخرين في محيط مدينة صفد بالجليل الاعلى اعتبرها حربا فعلية ودعا للتخلي عن الفرادية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان طبيعة الهدف الذي ضربته صواريخ حزب الله والعمق الذي تمكنت تلك الصواريخ من الوصول اليه اهم ما يميز هذا القصف الذي وصفته وسائل علامة اسرائيلية بالهجوم الاخطر منذ اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية وفيما يبدو استرالا اسرائيليا على تصعيد النزاع ذكر رئيس اركان جيش الاحتلال ريتسي هاليفي انه على الرغم مما وصفه بالمكاسب ضد حزب الله فان الوقت غير مناسب للتوقف الاستعدادات للحرب في المنطقة الشمالية مستمرة حزب الله غير موجود هنا بالقرب من السياج وسندفع الى الوراء كفة القدرات وسيكون الوضع هنا اهدأ بكثير وسيشهد هذا المكان قدرا اكبر بكثير من الاستقرار لنقول للسكان حينها انه يمكنهم العودة هل سيحدث ذلك يوم غد لا على الارجح حيث سيستغرق ذلك بعض الوقت وبعد حديث مع القيادة اعتقد ان السكان ايضا يفضلون الحصول على القليل من الوقت الاضافي لكن مع تحقيق نتيجة جيدة على الجانب الاخر خلفت الهجمات الاسرائيلية اكبر عدد من القتلى داخل لبنان خلال يوم واحد وتوعد حزب الله بالرد على الضربات الاسرائيلية ضد المدنيين التي اصابت مدينة نباطية وقرية في جنوب لبنان رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي ادن الهجمات الاسرائيلية والتصعيد الاسرائيلي متهما جيش الاحتلال بتوسيع عدوانه وبينما تتزايد حدة الهجمات الاسرائيلية يدفع المدنيون جنوب لبنان الثمن كنا بالله صهرانان اسمعنا طلع ضربان ما اسمعنا ايصاوتش الا بس قضيفتان نزله ظهرنا لبرا شبنا الداخلان لأينا اسعفات لأينا اسعفات لأينا اسعفات ساعتها ظهرنا جينا له قربنا على التراء طلعنا لأينا المبنى نزل في القضيفتان سقوط قتل من الطرفين وعدد من المدنيين يمثل تصعيدا كبيرا في اكثر من اربعة اشهر من تبادل الاشتباكات اليومية عبر الحدود فهل تنجح جهود الوساطة في التوصل الى تهدئة ام يتوسع الصراع في الاقليم رغم التحذيرات والمناشدات اقليميا ودوليا اشتركوا في القناة